السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جيب المصر وضعتها مرة شوفنا اتكلم فيها عن سندوق الديبويب يوبرز اللي بيقولوا ان هم اشتروا سندوق من الديبويب ايه الحكاية انا اشتريت صندوق من الديبويب وانت المفروض صدقتيني تب صدقتيني ليه اصلا في حاجة اسمها سندوق الديبويب ولا لا تمام ولو فيه وانا اقدرت اشتري ايه الواملة اللي انا هشتري بها نفس الوقت عايز اعرف برضو ايه شركة الشهر ولا الكلام بتاع مش منطقي معنى اشتري حاجة فاكيد هتتشحنني فانا اخد الحاجة دي من شركة شهر فا ايه شركة الشهر وهنتكلم عن الموضوع بعد الفاصل ايه عمالكم تاني وزي موالك في الاول معكم محمد جمال من قناتكم تشتري اي جيب المصر بصوا شباب انا بحترم عقلية الجمهر بتاني يعني انت علشان عملت لي سبسكرايب او اشتراك في القناة انا لازم احترمك مش بمزاجي ولا غبل عني بس انا نلفع احترمتني واحترمت المحتوى اللي انا بقدمه وازم لعنى لازم اقترمة فاليوتيوبرز اللي بيقولوا ان هما عندهم سنديق ديب ويب او اشتروا سنديق من الديب ويب او اي مكان اللي هما بيدعوه اصلا ده كده وده انا شايف ان هو يشستفار باع المتابع ده ناص باع المتابع ده بيامع والله بيعمل الحركة دي عشان ياخد فلوس ويخلع ده فكرة كمال موضوع ده موضوع ده وده اللي خلان اعمل فيديو ان الناس بتاديق ان يشترط سنديق من الديب ويب بعملة الدولار نعم شاك كان صندوق ثمان و الفين دولار ثلاث تلاف دولار خمس تلاف دولار عشرة تلاف دولار ومش دفع حاجة اصلا الكلام ده كده وهو اللي بيعمل صندوق في البيت اصلا عشان نبقى فاهمين ايه لعملة اللي احنا بنشتغل بها على الديب ويب اصلا هنبقى نعمل حلقة عن الديب ويب لانها كارثة تمام الحقيات دي بتتبيع بعملة اسمها بيت كوين والعملة دي عملة افتراضية مشفرة مش عملة افتراضية وخلاص زي ليبرا زي إيريسيوم او اي ان كان لا ده عملة افتراضية مشفرة بمعنى صح انا ما اعرفش انا هدفع الميه واللي هياخد مني الفلوس انا ما اعرفوش وهو ما يعرفنش ادي جزء الدفع افترش هيا اتكلم معكم بصراحة الديب ويب يعني اكبر مساحة موجودة على الانترنت بمعنى صح احنا لو شغالين لو الانترنت تعتبرنا مثلا 100% احنا شغالين على 1 من 10% والديب ويب الباقي وحاجة اسمها داركنت وال1 من 10% ده اللي احنا بيتكلم عليه طب الديب ويب ده مين اللي بيتكلمه تبجار مقدرات تبجار سلاحة حاجات بلسة 18 هنعمل حلقة عن الديب ويب لان لازم يتعمل عنها الموضوع هاي برابع حاجة ان شاء الله اللي هي العنوان انا رحت اشتريت صندوق من الديب ويب فشركة الشحن هتطلب عنواني تمام وفي نفس الوقت لازم تاخد عنوان اللي هيبعت للحاجة ماشي انا يا عم هسد انت اشتريت صندوق من الديب ويب فبعت شركة الشحن لو سمحتوا انا عندي جثة وعايز اشحنها لفلان الفلاني طب حضرتك مين انا اللي قتلت الجثة يا باشا انا فلان الفلاني وعنواني كذا ودي فلوس الشحن طب انا هروح استلمها شركة الشحن عارف انها هتسلم جثة او عارف انها هتسلم ايا كان لانها بتغلي في الحاجات دي وبتبع عارف بها فانا لما اروح استلم من الحقيقة دي من شركة الشحن ايه مصيبه بالعقل انا راح هتسلم جثة يا طرى المجرم هيصق في شركة انها تسلمني جثة في نفس الوقت تسلمني الامت وتسلمني انا كمان انا اللي باشتري الجثة ولا ايه يعني الناس يا ريك تفكر في الموضوع ده شوية طب ايه حكاية السناديق دي ايه اصلا موضوع السناديق دي بويب الفكرة دي جيت للهيوتوبرز ازاي عشان اكسبوا منها انا زي ما قلت يا جماعة الموضوع ده ربحي مش قطر مفيش كلام من ده كل ده كدب الفكرة كلها ان موقع امازون وايباي بيعملوا سناديق عشوائية السندوق بيبقى من 1000 2000 دولار طبعا ممكن يجيلك حاجات في السندوق تعدل 5000 دولار 10000 دولار انت هو خزك بمعنى صح بس السندوق قمته مش هتقل عن الحاجة اللي فيه تمام يا شباب تمام طب انا دلوقتي عندي شركة اي بي واشتريت منها سندوق السندوق بيوصلني فعلا كميستري بوكس شركة الشحنة عارفة ايه اللي جوه شركة اي بي بتوضح ايه اللي جوه بس بعدا ما انا بشتري يعني انا كبشتري انا بشتري حاجة انا معرفهاش بس لما بتتشحن انا ببقى اعرف اللي مشحون لي السندوق ده وزنه كذا ابعده كذا محتوياته انت بتعرفها مجرد ما بتسلم السندوق لان محتويات السندوق تبقى مكتوبة من شركة الشحن السندوق ده فيه كذا وكذا وكذا وكتير جدا من الناس عملت فيديوهات عن سندوق المستري بوكس بتاعت شركة امازون وبتاعت شركة اي بي ممكن تراجعوا الفيديوهات دي وعلشان يا جماعة اليوتيوب بقى بيشد الناس شوية الحقيقة اسمها دي بويب ودارك نت والكلام ده كله فيه شوية اليوتيوبرز انا بصراحة مش حابب اقول عليهم اليوتيوبرز لانهم ادنى من احنا نتكلم عليهم بس لازم الناس يعني تفعل معامة طلقة غريبة فانا حبيت اتكلم عن الموضوع الناس بتستغل عقول المتبين بتاعه وبتبدأ تعمل حاجات مش وقعية يعني ازاي انت اشتريتلي صندوق دي بويب انا ها اقتنع بس اديني موقع واحد بس على دي بويب اقدر اشتري منه صندوق بلاش دي بيب الشح اللي بتشحم من دي بويب بلاش دي انت هتطلق معنوانك ازاي يا سيدي بلاش دي انت دفعت بالدولار ازاي اصلا واحنا بنتعامل شبيف الدي بويب يا شباب اللي معرفش الدي بويب انا هعمل عنه حلقة ان شاء الله حلقة الدي بويب هتبقى حلقة لذيذة فلازم نبقى انتباعها علشان هتعرف عالم عالم خيالي النت اللي انت بتقضي عليه ده كله الويت ويب بمعنى اصح شبكة الانترنت اللي انت بتستخدمها انت بتستخدمش غير واحد من عشرة في المية وفي تسعة وتسعين وتمانية من عشرة في المية دي بويب وفي واحد من عشرة في المية داركنت ده الاستخدام ده الاستخدام اقل مثال ممكن اقول عن الدي بويب ان لو انت كتبت مثلا على جوجل كلمة تشتري اي جي او مدقونة المصري هيجلك قول مليون نتيجة بحث عشرة مليون نتيجة بحث نفس الكلمة ده اتكتبت على محرك بحث في الدي بويب ممكن تجيب خمسة و سعبعين مليار نتيجة بحث بليار نتيجة بحث يعني انت الدي بويب كنز اللي يقدر يستخدمه في نفس الوقت كارثة لو انت بتعرفش تستخدمه لان الدي بويب مليئ مليئ ايه؟ الدي بويب اصلا هاكرز سيكوريتي مجرمين بلاس 18 حاجات كتير ولحد هنا حلقة خلصت واتمنى يا رب يكون الفيديو فادي الناس والناس فعلا تبدأ تفكر في الحاجة اللي هي بتشوفها وعلى فكرة حاجة جميلة ان انا فكر في الموضوع وافهمه الاول قبل محكم على اللي بيقدم الفيديو قبل محكم على اي شخص المفروض ان انا نفهم لو الموضوع عجبك اعمل اللايك لو في اي حاجة انا انت مفتلاش في الموضوع مسلا انا عايز نعمل عنها حلقة ممفصلة ياريت تعمل لي كومنت بالحاجة ديت وما تنساش تعمل شير دايما لو المعلومة ده هتفيد اي حد في اي مكان ياريت تعمل شير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة